اشتركوا في القناة وفي القناة الدولية مطلب أساسي لمواجهة كافة التحديات والصعوبات التي تعيق جهود التنمية والبناء في العديد من دول العالم نعم جاء ذلك لدى مشاركة سعادة وزير الخارجية بتكليف من صاحب الجلالة الملك المعظم في افتتاح عمال قمة مؤتمر التفاعل وإجراءات بناء الثقة في آسيا سيكا التي عقدت اليوم في مدينة أستانا بجمهورية كازغستان الصديقة برعاية فخامة الرئيس قاسم جومار توكيف وبحضور عددا من القادة ورؤساء الحكومات ووزراء الخارجية في الدول العضاء نقل سعادة وزير الخارجية في كلمته أمام المؤتمر تحيات وتقدير جلالة الملك المعظم وللعهد رئيس مجلس الوزراء وتمنياتهما لجمهورية كازغستان وشعبها الصديق بدوام النماء والاستهار ولهذه القمة بالتوفيق والنجاح لتحقيق الأهداف المنشودة نحو مزيد من السلام والاستقرار والاستهار للقارة الأسيوية وشعوبها قال سعادته في كلمته أن التسامح والتعايش السلمي بين الشعوب والأديان والمعتقدات والاحترام المتبادل واجب تمنيه علينا متطلبات العيش المشترك والوحدة الإنسانية وقيم الإخاء والتعاون والتضامن والتي دعت إليها الأديان السماوية والمعتقدات والحضارات الإنسانية وهي المبادئ والقيم التي تنتهجها مملكة البحرين بقيادة جلالة الملك المعظم قال سعادة الدكتور عبدالاطيب الراشد الزياني أن العالم من حولنا يواجه صراعات ونزاعات مريرة وتحديات بالغة الصعوبة سياسية وأمنية واقتصادية باتت تداعياتها الخطيرة تهدد الأمن والسلم الدوليين نوها سعادة وزير الخارجية بالدور الفاعل للمنظمات الإقليمية والدولية في حل الأزمات والصراعات بما يسهم في تحقيق الأمن والاستقرار والسلام العالمي وتعزيز التعاون المشترك الفاعل والبناء بين دولها الأعضاء قال سعادته أننا مطالبون بحل الأزمات والنزاعات الإقليمية بالطرق الدبلوماسية وفق مبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وأضاف سعادة وزير الخارجية أن من واجب الدول الأسيوية العمل على تحقيق السلام في كافة ربوعها وترسيق التعاون وتعزيز الصداقة وبناء الثقة بينها وأشدد سعادة وزير الخارجية على أن إرادة التغيير تقتضي إدارته بحكمة ورؤية ثاقبة ونظر مستقبلية طموحة وهو ما سطع هذا المؤتمر تحقيقه برعاية واهتمام قيادة جمهورية كازغستان وبخطوات ثابتة وواضحة خلال السنوات القليلة الماضية أضاف سعادته أن قارة آسيا بمواردها الضخمة المتنوعة وإمكاناتها الطبيعية والاقتصادية وتاقاتها البشرية تستحق أن تلعب دورا أكبر على الساحة الدولية في كافة المجالات السياسية والاقتصادية والتنموية مؤكدا دعم مملكة البحرين ومساندتها لكافة الجهود الرامية إلى تحقيق هذه الأهداف والمقاصد السامية التي تضع شعوب القارة في أول سلم أولوياتها باعتبارها ركيزة التنمية وهدفها الرئيس وأكد سعادة وزير الخارجي اعتزاز مملكة البحرين بعضويتها في منظمة سيكا وترحيبها الكامل بمبادرة فخامة رئيس جمهورية كازاخستان بتحويلها إلى منظمة دولية إقليمية كاملة